اشتركوا في القناة او تتعنخمون مرحلة دي ممثلين عندي وبعدين بيبدأ عندي من صالة الاربعتاشر على يدي اللي مين وانا داخل وعلى يدي الشمال الناحية التانية حاجة من اهم الحاجات اللي ممكن ان انا قابلها في حياتي الحاجة الاسئة يمكن في معبد القصر وهي عيد القبط عيد القبط هو عيد ديني بيبدأ بدأ من القصة التمنتاشر وكان بدايته بري 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 يعني ايه يعني العيد يبدأ من كرنك يخلص في القصر كله واول ما بدأوا كانت حد شبسوت وبعد كده بدأوا الملوك بعد كده يعملوا العيد بري نهري المنظر الاول والعاشر لو حنبدأ من الغرب على ديني اللي مين والعاشر اللي هو على ديني الشمال في الشر ده امون في القرنك امون في القرنك نمر واحد زي ممكن ما هو باين قدامنا على البقاء لانا حركوا عارفين ان المنظر في حالة سيئة جدا ما له مدة طويلة المنظر اللي بعده اللي باين قدامي ده هنسميه رقم اتنين انا ايدي اللي مين او غرب المعبد الكهنة شايلين التمثال بتاع امون والمركب بتاعت امون وموت وخنص امون لا يأتي من الكرنك الى الاوكسر لزيارة موت موت بتيجي معاه موت لها معبدها شمال الاوكارنك هو معبد موت فقشر بصوا حضراتكو هنا على الصورة اللي قدامنا هيبدأ المراكب تنزل وحتبدأ تظهر مية يبقى انا نزلت في المية يبقى المنظر رقم 3 امون وطاقمه وثالوسه يتجه من الكرنك الى الاوكسر المنظر هنا لان انا عندي طول وعرض ما عنديش عمك في الناش فحالاية الجيش بيعمل عملية مراقبة الطرق الناس بتتبح الطبل الاغاني الناس مبسوطة جدا كله بيحتفل كله بينبسط كله بيتنطب احتفال ديني كبير موكب المراكب ماشية مركب امون المية ظهرة عندي ايه في الصورة اللي قدامي دي يمكن هنا لازلت انا المرحلة رقم 3 دايما بتاخد تقريبا نص الحيطة لان المسافة ما بين الكرنك والاوكسر بتنتهي قدام الاوكسر لما بتنتهي المية بقول ان انا وصلت قدام معبد الاوكسر كده انا ماشي الحيطة الايه الحيطة الغربية يعني انا اول منظر الحيطة الشمالية وبعدين الحيطة الغربية على ايدي اليمين الحيطة اللي في الوش بتبقى الحيطة الجنوبية الحيطة الجنوبية اللي في الوش بيحصل فيها ايه امون في معبد الاكسر امون وصل لاكسر بيعمل ايه امون بقى في الاكسر بيقاب الموت وبيعمله الهانيمون وبيتحول وبيبدأ يخصب نفسه وبيعمل الكاموتاف بتاعته اللي هي قوته الجنسية بصوا المنظر هنا بيظهر بصوا الكهنة بصوا السيران فاكرين التيران اللي شفناها بتاعة رامسيس الاولاد وهم ماشيين الاحتفال اللي هنا نقدر نحركه ما بين توتعان خامون لغاية سيتي الاول يعني المرحلة دي كده نقدر نشتغل عليها في ليد شايفين المية لازلتاني هنا في المية يعني الصور بس لما بتظهر قدام المراكب انتهت المية فوق اهي هنا اللي ماشيين جنبها دول ماشيين على النيل جيش بيعمل زي حبل عارفين زي المتاريس اللي بتعملها قوات الامن المركزي عندنا كده خلصت المية قدامي في الصورة دي شلت المراكب من على المية داخل بيها الى فين الى المعب ادي المنظر اللي بعد كده بيدخل امون ويقعد وتتنقل كل القرابين امامه ليكون امون في الكارنك خلص الاحتفال بتاعه اللي كان بيستمر ما بين 16 ل 21 يوم بيبدأ امون النحاء التانية يتحرك منظر خمسة انا قلت انه امون وصل لقصر واحد امون في الكارنك اتنين امون خارج من الكارنك ثلاثة الرحلة ما بين الكارنك والقصر في المية تخلص المية بعد كده يبقى اربعة خمسة امون في القصر ستة كأنه بيعمل لي بلاي باك بيقول لي امون خلص الاحتفال بتاعه في الاقصر سبعة امون خارج من القصر نازل على النيل تمانية هي بتساوي تلاتة اللي هي رحلة النيل من الكارنك من الاقصر الى الكارنك تسعة امون خارج قدام الكارنك عشرة بتساوي واحد امون في الكارنك واحد وعشرة هنا بقى نبتدأ نجمع بقى المناظر واحنا شغالين هنا وهو راجع رحلة العودة المراكب والكهنة والناس بتساقف احتفال شعبي احتفال كبير الناس بترقص بتغني الملك بيراء بهذا الاحتفال ليه؟ لانه العيد الذي يهود فيه امون لا اصله ليخلق الكون من جديد وفقا لللي شرحناه في بداية كلامنا على معبد الاقصر ونظرية طيبة والايبت ريسيت والايبت سوت وانتقال امون من الكارنك الى الاقصر ادي المنظر قدامي هنا انا بتحرك ده الجدار الشرقي هنا امون خلاص الجدار ااسف هيبقى الشمالي الشمال شرق ده حد تانية هتلاقي هنا امون خلاص رجع والمراكب والقصة متكاملة عندي تمام هو عيد من اروع واعظم الاعياد هذا شايفيني هنا فوق المركب بتاعت امون بتظهر قدامي العيد ده بيمثل عندي اهمية لانه عيد يرتبط به الملك وتتويجه امام امون واعادة تتويجه حد شبسوت لما عملته بره عملته ستة مقاصير اصطراحة الستة مقاصير اصطراحة اللي عملتهم حد شبسوت رقم واحد الشابير روج المقصورة الحمرة اللي لقى شيفري ايه في الكارنة رقم ستة غالبا هي اللي في داخل الاقصد اللي هي رمسيس حود البيلون علشان ما يكسرهاش او يطع يعني يبدو ان دي كانت مقصورة الاحتفالات للقبط ويبدو ان عشان كده رمسيس جاء على الجناح الغربي وعمل القبط بتاعه اللي هي المناظر الممثلة علمين لغاية منظر دخول المعبد اللي فيه التخطيط بتاع الاقصد اذا العيد كان بيتم بيخرج الكهنة احتفال الكهنة بتوعامون بيحتفلوا بهذا الامر القبط موجود عندي كمان جزء منه في الدين البحث هقول معلومة خدوها وحنتكلم فيها بالتفصيل بعدين خالص اذا وجد القبط وجدت ولادة الهية ويبدو ان الغرض هنا ان الملك لم يكن يولد من الاله ولكن لم يكن يولد من الملك اللي مالوش حق اذا ما حنقول على منحط التلاتة واحدش بسوت ولكن يبدو ان القبط هو ولادة لامون مرة ثانية والملك يضع ولادته الالهية مع القبط ليجعل من نفسه مولودا من الاله وليس من البشر او انه هو الاله في حد ذاته وليس ابن ليه الاله لقينا ده في الدين البحري ولقينا ده في معبد الاكسر الملوك هنا كانوا بيبقوا حرصين ان يعطوا لنفسهم قدسية الاله وليس ابناء الاله اذا عيد القبط وهو اهم الحاجات يعني حضرتك لو داخل القصر بتشتغل او بتزور دايما صالت لاربعتاشر عموت شوه لها منحطب تلاتة بتشوف امون وموت التمثالين اللي عالمين والتماثيل اللي برا توت عن خمون وبعد كده بتدخل تشوف المناظر الكاملة بتاعتك ليه القبط والاحتفال الخاص بي اللي بيقوم بيه امون زي ما قلته بعيد مرة تانية او تالتة او رابع لاني ده مهم جدا امون ينتقل عندي من الكارنك قسمت المناظر معاكل عاش واحد وعشرة حاجة واحدة اتنين وتسعة حاجة واحدة واحد وعشرة امون كارنك اتنين وتسعة امون خارج من الكارنك تسعة امون راجع للكارنك تلاتة وتمانية تلاتة امون فنين رايح لقصر تمانية امون فنين راجع من لقصر اربعة وسبعة اربعة امون خارج قدام لقصر سبعة امون خارج في اتجاهه للكارنك خمسة وستة امون في الاكسر واحد وعشر امون كارنك خمسة وستة امون الاكسر المقاصير والكهنة بيحملوها لو قدرنا ان احنا نعمل reconstruction او فكرنا حتى ان احنا نعمل فيلم عن فيلم كده تخيلي هنجد ان الموكب او المولد بتاع سيد يا ابو الحجاج حاجة اقرب ما تكون المولد الكبير وخروج الاهالي يمكن اهلنا في الاكسر عارفين القصة دي اكتر منه ويقدروا ان هم حتى يفيدونا ويعلموهالنا افضل من اي حد تاني بعد نهاية الابت بيرجع امون مرة تانية الى الاكسر بيخرج امون مرة تانية اه طبعا بيخرج في عيد الاينت عيد الوادي عيد الوادي اللي هو عيد الوادي الجميل اللي بيخرج امون علشان يزور الاسلاف في الدين البحر علشان كده لو بصيتوا حضراتكم عملت خريطة مربعة حتقول الكارنك جنوب الاكسر الكارنك شرق النايل قصاد الكارنك غرب النايل demonstrate الدين البحري لأهو بيروح يزور الاسلاف في الدير البحري الأقصر أصاده في البر الغربي هابو هابو اللي هي الموكب أو الاحتفال أو أرض والسكون اللي هي بتربطه بأزير فعشان كده المربع ده كارنك أقصر هابو دير بحري مرتبط ده بالعيدين الأوبت والإينت العيدين الكبار اللي موجودين عندي ويرتبطوا بالإله آمن هادي المناظر بتظهر مرة تانية بحاول المناظر إنه الرابع لحضراتكم هادي شايفين الراجل اللي فوق هنا اللي مسك طابلة الناس بس كطابلة وضف ومشى مبسوطة بتغني رحلة العودة والناس بترقص وفرحانة القرابين اللي بتتقدم تلغاية النهاردة مولد السيدة زينب مولد سانتريزا بتاخد أكله وشربه وتروح ما بالك بداه بنخرج بقى من القبط على الفناء اللي قدامنا الفناء المفتوح الفناء المفتوح حسميه معاكو فناء خبيط لوسر لأن سنة 1989 أحد طلبة الماجستير في كلية العلوم كان بيعمل تأثير المية الجوفية على المكان ده وهو بيجيز لقين 24 تمثال من أروع ما يكون الموجودين في معبد في مدحف لوسر دلوقتي وهي التمثيل اللي سموها في وقتها سنة 1989 وكان وقتها الله يرحمه أستاذنا العظيم الدكتور سيدة وفي رئيس هاتل أسار خبيط اللوسر اللي محفوظة دلوقتي في مدحف اللوسر زي ما قلت لحضراتكم خرجنا بقى من فناء الخبيط آدي صالة الأعمدة أو فناء الأعمدة 32 عمود في 8 صفوف كل صف أربع عمدة بيتاجه عندي من الغرب إلى الشر الأعمدة بشكل الأعمدة البرعم المقفول زي ما بنسميها المناظر معتدة خلاص ببدأ من هنا أدخل في حميمية المناظر يعني ألاقي أمن حطب الثالث متصور مع أمون ومتصور مع موت ومتصور مع خونس ومتصور مع عدد من الآلهة وبيتوج أمامهم زي مناظر موجودة قدامي هنا مثلا تقدمات أو غيرها من المناظر اللي بيقوم بيها الملك الملك تحول هنا خلاص الملك كأنه أعلن نفسه إنه بقى أمون كاموتيف بقى هو أمون كاموتيف شخصية واحدة مناظر متنوعة الملك بيتصور عندي فيه خلالها كلها بتعبر عن العلاقة ما بين الملك والإله لكن يهمني أوي هنا مثلا هنا الملك في منظر قدام أمون وهنا نخبط بتحمي فوق وخلفه القرابين وبيعمل عملية التطهير هنا واقف قدام أمون كاموتيف وقف بيقدم السنابل للنباتات طبعا لما يقدم الخص ويقدم النبات وقدم الأمور دي هو أنواع من أنواع تقدمة الخصوبة الفرتليتي اللي هو محتاجها محتاج الخصوبة دايما تكون معاه هنا قدام أمون منظر متكسر لأن هنا حبدأ يلاقي الأمور تدخل على الجزء اللي بنسميه الحصن الروماني المناظر هنا قبل ما ندخل الحصن الروماني الفتحات وغيرها النتوءات اللي انت شفتها في الصور اللي فاتت دي النتوءات دي عبارة عن أماكن كانت بتتحطي فيها المسارج هنا الملك مع رموز المقاطعات بيقدم القربين تقدمة القربان كل دا بقدموا فيه الصالة اللي نسميها الاستراحة الأولى للمركب لها ممرات يمين وشمال ومنها ممكن أن نطلع إلى الجزء الخارجي من المعبد بالذات في الناحية الغربية بعدها زي ما بقول لحضراتكو بلاقي المناظر بتدخل معايا فيه نطاق تقديمات خاصة تاني لالالية الملك هنا بيقدم بشكل التاج بتاع أزوريس بالأرنين القربين على الجزء الخارجي الألقاب هنا دايما لما بتبقى بتشتغل حضراتك بتبقى بتقول للناس أرجوكو تعملوا عملية المراجعة ما بين الفن بصوا هنا بقى الحصن الروماني تحول مع الحينية أو الشرقية اللي أصبحت بتمثل عني كأنها مدخل كنيسة أو كأنها مكان هنا المنظر الجميل إنو هتلاقي الألوان هنا جميلة على الجزء ده لأن لما جمشتغل أخواتنا المسيحيين والجنود الرومان اللي هم في العص البيزنطي حطوا نظام البازيليكا حطوا نظام الفريسكو في الفن نظام الفريسكو هو أنت بلون مية بتدهن وترسم بألوان مية فلما اللون بيمسك معا المنظر بيحصل عملية التفتيت شايفين هنا الألوان حلوة زي مجموعة القدسين والصلوات من غير ما بندخل في تفاصيل كتير خاصة بالجزء الدين لكن بنشوف منها مجموعة من تلاميذ المسيح في العشاء الأخير مناظر بص هنا اللون بيبدأ اللون لازر شوف هنا اللون الرجبين مع بعض ده بيقع وده بيركب هنا الدخول والخروج أمون بيظهر الملك بيقدام أمون شايفين اللون لازراء أمون دايما اللون لازراء لأن أمون كان أزلي أمون كان خالق أمون كان قوة أمون كان حياة أمون كان خصوبة كل ده مرتبط باللون لازراء وإن شاء الله يكون لنا محاضرة نعملها مخصوص عن الألوان في مصر الأديمة هتكون محاضرة نتناول الألوان إزاي بتتركب وإزاي بياخد الرمزية بتاعت هنا بدخل آه شوفوا بقى في الأرض جنب الراجل الغفير الطيب شايفين العمودين اللي عاملين إزاي لو رجعنا بصورة العمودين دول عايزكوا تبص صليم كويت هتلاو فيك كسر في العمودين ليه؟ لأن أنا بعد هنا مقصورة فيها أربع مدس طراحة المركب المقدس شندخل على مقصورة الإسكندر الإسكندر وبفكركم مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة لا يوجد للإسكندر على أرض مصر إلا معبد واحد في الوحات البحرية هنا عشان يعدوا مركب الإسكندر ويمشوها المنظر بتاعها هنا الملك مع أمون عشان مركب الإسكندر تعدي كانت المركب أعرض طب الحل يبقى إيه؟ كسروا قاعدة العمود الخارجي عشان يسمحوا لمركب أمون إنها تعدي حطب التالت بيقول لي تعالى وريك أنا بعمل إيه ده أنا بصلي في استراحة المركب المقدس اللي كان فيها أربع عمدة تانيين وراء لكن الكهنة شعلوا لأعمدة الأربعة وقفلوا المقصورة بتاعة الإسكندر الأكبر بدخل هنا بلاقي مناظر الملك القربين كلها بتادي التيران الأربعة الكم والحج والدشر والوج الأبيض والأحمر والأخضر والأسود اللي هم بيرموزوا أحمر وصفة أحمر وبيض صحرة أخضر وإسود الأرض الزراعية ودول بيسموهم النباشين اللي بيحموا قبر وزير في العالم الآخر والمنظر ده متقرر عندي في كتير جدا من المعابد جريات الحسين الملك عملها قدامنا التقدمات والخصوبة تقدمات بكل أشكالها بتقدم أمام قال إيه لا منها بوصل إلى المقصورة اللي عملها لي الإسكندر الأكبر الجزء الخارجي كلها مناظر بتتعلق بألقاب وصفات وأسماء الإسكندر جزء الداخلي مناظر أمون كاموتيف مع الإسكندر والتقدمات العتب ويه التأسيمة بتاعت المناظر الإفريز بتاعة الحياة المعبد والتأسيمة بتاعته اللي بتتصور قدامي كل مناظر الإسكندر بخرطوشه باسمه اللي موجود عندي وهو أمام الآلهة المصيح هتلاحظوا كمان بداية الفن لأن احنا عايزين نتعلم قاعدة بتقول إن مصر تأغرقت قبل أن يأتيها الإغريق يعني مش الإسكندر جي أنا رح تعملت التانيات والحنيات والأرداف العالية والبطن الممتلئ لا بالعكس أنا مشيت على الطراز الأديم يعني هنا بصوا حدقكم إلهة النيل والمقاطعات السبا موجودة أمون ندخل بقى هنا على المنظر التاني المهم عندي جدا منظر الولادة الإلهية الولادة الإلهية بتقول أمون عاوز ولد أمنحطب الثالث كانوا علمونا إن أمنحطب الثالث ليس ابنا شرعيا من موت مؤية والكلام اللطيف لكن بقول لكم عليش دلوقتي الراب بتقول إن القبط مرتبط بها إن الملك هنا عاوز يقول إن هو وأمون ما أمون كأموتف يعني أمون اللي بيلقح أمة لأمه لينجب هو منها فالملك في تلقحه لأمه هو كأنه أمون نفسه فكأنه هو ينجب نفسه منها هنا شفنا خنم بيشكل الملكة العلاق آه هنا حاجة مهمة بصوا لو بسيطوا على الصورة تاني معلش ترجعوا لها هتلاقيوا الملك الإله بيلمس إيد الأم والأم بتلمس كوعه في نصوص الأهرام مع أتوم الكوع يرمز للعضو الزكري والإيد المرأة ترمز إلى المهبل فكأن المنظر هنا يمثل علاقة جنسية صريحة وليس عملية إنها مش عارف أصلها المواد ده والمحبة لا ده كلام كبير قوي بيتقال هنا مرتبط بالمصري القديم وندخل بقى مع بعض على قدس الأقداس نتوقف كده على شرط المرورة هو قدس الأقداس مقفول تماما الملك بيعمل خدمة يومية قدام أمون كاموتيف مفيش عندي مشكلة وبيقدم القربين قدامه لكن في منظر عندي يعني المناظر معتادة بيقدم بيثبت التاج لأمون كاموتيف بيقدم القربين وبيقدم هنا المنخة اللي هي الملابس لكن بعد كده بشوف عندي منظر من أهم المناظر بعد التقديمات دي المنظر الأشهر عندي هو منظر الإينة رد بصوا للمنظر اللي جاي دلوقتي الملك ماسك مقاشة منحطه بالتالي وبصص وراه طالب محو أثار الأقدام يجيب رجله مش يجيب رجله في جوازه ولا في حاجة لأ ده بينظف المعبد الملك بصفته الحم نتر هو آخر شخص يخرج من المعبد فبيمسك المقاشة اللي ظهر عندي دي كأنها مقاشة النخل وبيخرج وهو بيكنس المعبد النظافة عند المناظر المرتقصة دي بالمناسبة ظهرت من الدولة الأديمة وظهرت كتير واتكلمنا عليها كتير أوه في أبيدوس ما بتلفتش نظر ناس كتير في الأقصر هنا الملك مع أمون بيعمل عملية التتويج الملك بيستحب الآلهة بشكركم على ما زرناه مع بعض من روعة معبد الأقصر ترجمة نانسي قنقر